بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيّى البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أنتم الذين جئتم في عيد القديسين بطرس وبولوس وأود اليوم أن تصل تحيتي إلى جميع الناس ترافقها صلاتي من أجل العائلات المتألمة ومن أجل المسنين والمرضى والسجناء الذين يعانون من صعوبات لأسباب مختلفة أتمنى لكل فرد أن يعيش خبرة بطرس وبولوس وتذكروا أن محبة يسوع المسيح تدفعنا لكي نبذلها بفرح ومجانية وتابع الأبو الأقدس يقول أفكر بألم في الإخوة والأخوات الذين يتألمون بسبب الحرب ولنصلي من أجل جميع الشعوب الجريحة التي تهددها الصراعات ليحررهم الله ويعضضهم في النضال من أجل السلام وأتمنى أن يعود جميع الأسر إلى بيوتهم ويعمى السلام الأرض المقدسة